صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مصر وصباح الخير على كل المصريين في كل مكان بنسبح عليكم وابتدي معاكم قولة حلقتنا النهاردة ونهارك سعيد نهاردة الخميس 13 فبراير 2014 طبعا بكرة 14 فبراير حال في فالنتينز دي حاجة الهاي سكول دي كبرنا على الكلام ده خلاص يا فادي بقى ولا ايه اللي هتعجزيني ليه مش كبرنا يا جماعة على الكلام ده ولا ايه ما عندناش وقت الفالنتين والحاجات دي الوقت لسه في ناس بتفلطن لسه في ناس بتفلطن ولا بطالوا الحاجات دي مجمعين خلينا صباح طبعا الناس ونقولهم صباح الخير على كل المشاهدين قالوا عافو شبكة انت انف كل هتة في الدنيا يا رب تبقى نهاية اسبوع سعيدة وحلقة نهاية الاسبوع خميس 13 فبراير زي ما رانيا قالت وبقى بكرة عيد الحب يا رب عيد حب سعيد على الناس كلها المرتبط والسنجل يا رب يبقى عيد حب يعني هو الحب عمون مش مرتبط بالعواطف بس هو 14 فبراير بالذات ليه قصة شهيرة يعني وقديس فالنتينز وحكايته يا رب يبقى عيد حب سعيدة على الجميع ويبقى نهاية اسبوع سعيدة ولو ان يعني المشهد السياسي مضحك جدا ان احنا عمرين بنتخانق وفي حرب فعلية دائرة عندنا على الارض والبقاء لله في رجال الشرطة البواسل والناس يعني اللي مموتة نفسها الشغل ولسه النهار ده صبح على الدائري ودورية بتلف لقت عربية اشتبهت فيها على موقفتها لقت فيها كنبلة فيعني احنا عمليين بنتخانق وفي 48 ساعة متلنا 6 من الجال الشرطة بالضبط عمليين بنتخانق على السياسة عمليين بنتخانق على الرئيس القادم اعتقد انه مفترض ان احنا بس نحاول نكبر دماغنا ونفهم يعني ايه سياسة ماينفعش انه مرشح وحيد يترشح ويكسب بالتسكيب احنا كده منهزر بالعكس المفروض نرحب المرشح عمليين صباحي وان كل المرشحين التانيين عشان تبقى عملية ديمقراطية تشرف قدام الدنيا كلها حب المرشح اللي انت عايزه رشح المرشح اللي انت عايزه لكن المفترض نعرف ان فيه حرب دايرة على الارض والمفترض ان احنا نفهم انه الديمقراطية مش واحد يترشح او نديها له بالتفويد انه ما عملناش اي حاجة بالضبط اعتقد انه بالامس كان فيه جدل كبير جدا عن سفر المشير بفتاح السيسي لروسيا مع وزير الخارجية لاتمام صفقة سلاح وطيرات من احدث التراز لطيرات حربية حقيقة شيء شرف حقيقي احنا مبسوطين جدا امريكا وواشنطن كان ليهم تعليق على الموضوع دا انه مصر من مصلح الدول كتير جدا تقوية العلاقات مع مصر او تقوية العلاقات المصرية لمصالح كتير جدا افتكر انه الرسالة وصلت مظبوط لامريكا وان شاء الله هتتم صفقة السلاح بشكل كبير جدا وزي ما ناس تاني دخلت لنا سلاح ان شاء الله السيسي هيدخل لنا سلاح بقى طيب خليني بس ننوه انه الاجتماع دا بيجي في اطار الاجتماعات اتنين زائد اتنين لما كان عندنا وزير الخارجية الروسي وعندنا وزير الدفاع الروسي في مصر وبيسافر نزراءهم لروسيا علشان يعني يقابلوا نظراءهم هناك ويكملوا الاجتماعات اللي بدأت في القاهرة فده كان مترتب من قبل كده عشان كل الكلام والاشعاعات اللي بتتقال وزي ما رانيا قالت في عندنا صفقة السلاح اكيد هنتكلم بقى في الفترة اللي جاية في ناس متغازة قوي من صفقة السلاح دي مش على مزاجها خارج اه طبعا في ناس يعني متغازة الامريكان متغازين جدا خصوصا انه جزء كبير من المعاونة العسكرية تتقدم لنا هي قطع غيار للأسلحة واللي احنا نجحنا الفترة اللي فاتت نعوضها من مصادر تانية كتير لكن الفترة اللي جاية تشهد تحالفات سياسية مع الرئيس القادم او مع المرشح التاني او مع اللي هيكسب هنتكلم عن اهم التحالفات السياسية مع دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والستراتيجية هيكون كمان معانا النهاردة من اعضاء حركة تمرد الاستاذ مصطفى السويسي هو المتحدث الرسمي لحركة تمرد هنتكلم عن الانقسامات اللي داخل الحركة واعتقد انه ده كان واضح بشكل كبير جدا من وقت ترشيح او من وقت اعلان سيد حمدين صباحي ليه ترشحه للرئاسة وحركة تمرد اعلنت بشكل واضح انه هناك انقسامات وانه على كل فرد من افرادها انه يتصرف على المستوى الشخصي مش بلسان الحركة وإلا كده وإلا هيبقى اعتقد فيه اجراءات قانونية هيتم اتخاذها وطبعا حيكون معانا فقرة الصحافة ومطابعة لاهم عنويين الصحف لصحافة الخميس 13 فبراير وطبعا قبل ما هنط أقول الفقرة اللي جاية تنويه بس لكل الاعلاميين انه حديث السيد عمري موسى ما ينفعش ان كل جريدة تقول ان هو ليها شخصيا وينفعش ان كل جريدة تنشر يعني تصريحات مختلفة عن التاني على كلام السيد عمري موسى لان احنا عارفين ان هو لسانه محدد فيارتنا توخى للدقة وفصد كل ده اكيد مش هننسى فناننا والايام دي بالتحين ذكرى رحيل الفنان الكبير عليه الشريف وكلنا اكيد نفتكره في الشويش عبدالجبار مع عدل امام ونفتكره فيه ادوار كثيرة جدا ما يكون مشرفنا نهاردة حسن الشريف ابن الراحل نتكلم عنه ونتذكره عندنا كمان فقرة عن الاكسسورات ودي اعتقد هتكون في نهاية اليوم هنتكلم فيها عن كل ما هو جديد في عالم الاكسسورات لكن خلونا نبتدي فقراتنا بالصحافة بعد الفصل على طول مع رانيا مع الكاتب الصحفي وليد الشرقوي صباح الفل وصباح عيد الحب على مصر كلها والدنيا كلها